لكن بسرعة ندخل في تريند الاهلي ونشوف السوشيال ميديا اتعاملت ازاي مع اخبار النادي الاهلي خلال الساعات الاخيرة قدامنا من الاهرام على صفحتها الرسمية على تويتر بتتكلم على ان الفريب يستعد من خلال معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة نادي مصر غدر طيب الخبر اللي بعديه الوطن الرياضي من خلال ايضا كمان صفحته على الفيسبوك اتكلموا ان فيه ست لعبين بالتأكيد بينتظر المشاركة امام نادي مصر ابرزهم بالطبع حسين الشحات وهتكون فرصة طيبة انك تدفع بحسين الشحات من بداية المباريات ايضا كمان محمود قهربة عشان تجهز هؤلاء اللعبة لمباراة الوداد المغرب ان شاء الله يوم 17 اكتوبر كمان عندنا عدد من اللعبين الصعادين العرب بدر محمد فخري محمد شكري بالاضافة كمان لمصطفى شبير الحارس الصعيد فهتكون فرصة طيبة اخر حاجة معايا كمان من تريند الاهلي من خلال صفحة يلا كورة مصدر بالاهلي ليلا كورة والصفحة الرسمية ليلا كورة على الفيسبوك قالت ان مصدر قال ان عمار حمدي هيعود الموسم المقبل بشكل عام ملف المعاريم والصفقات الجديدة وماذا سيحدث خلال الفترة القادمة اكيد هذه الامور بتناقش خلال الفترة الحالية في اجتماعات سواء تمت بالامس او في اجتماعات لاحقة خلال الفترة الجاية لن نعلن اي شيء بشكل رسمي الا لما يتم الاعلام من خلال النادي خلال الفترة اللي جاء لان هذه الفترة فيها اجتهادات كثيرة جدا سواء الامر متعلق بفايلر او متعلق باللعبين المعاريم او المتعلق بالصفقات الجديدة وبأكد لكم كل ما يشاع وكل ما ينشر بعيد تماما عما يدار داخل الكواليس وفي الوقت المناسب النادي الاهل هيعن خطته للمرحلة اللي جاية